اندفعت مونة الى داخل المنزل وقد احمر وجهها من شدة الانفعال والغضب كانت امها مستغرقة في قراءة كتاب جالسة في ركنها المفضل من الغرفة وعندما احست بدخول مونة رفعت رأسها وبادرتها قائلة ما بك يا مونة ماذا جرى؟ اقتربت مونة من امها وهي تحاول ان تحبس دموعها وفي صوتها ما يشبه البكاء ما لبث ان تحول الى غضب يكبر مع كل عبارة تتفوه بها لن العب مع سميرة ابدا بعد اليوم لا اريد ان اراها ابدا ابدا هي لا تحبني لم ترمي الكرة الي ولا مرة رمتها الى ندا ولمة لم تلتفت نحوي كأني لست موجودة في الملعب وبهدوء قالت الام اقتربي يا مونة اقتربي وبحنان احتضنت ابنتها وضمتها الى صدرها وهي تردد لا تحزني يا حبيبتي وقادت الام ابنتها الى المخسلة ومسحت لها وجهها ودخلت معها غرفة الالعاب وجلست فارتمت مونة على ركبتها وقد انحصر غضبها وتلألأت البراءة على وجهها فقالت الام حسنا يا مونة تعالي نلعب معا اريد ان اتسلى معك واندفعت البنت صغيرة نحو امها وتعلقت بعنقها وقبلتها قبلة قوية وكانت الباجة بادية على الام وابنتها معا اذ ان الغضب الذي عصف بمونة قبل قليل قد تلاشى كله ولم تنتظر الام طويلا لتقول والان سنلعب لعبة الميزان يا حبيبتي سألت مونة مستغربة وما لعبة الميزان هذه يا امي ابتسمت الام ابتسامتها الهادئة وقالت بعد ان اخرجت الى الميزان ووضعتها امام مونة على الطاولة انتبه يا صغيرتي ستعددين عيوب سميرة واساءاتها ومقابل كل عيب او اساءة ستختارين مكعبا خشبيا من الصندوق وتضعينه في الكفة اليسرى من الميزان وراحت المكعبات تتوالى بسرعة الى كفة الميزان اليسرى فعيوب سميرة واساءاته حاضرة في ذهن مونة تصرخ؟ تدوس على قدمي؟ لا تعيرني اقلامها؟ ترقد ولا تنتظرني؟ كسرت لعبتي ابتسمت الام وقالت يكفي ويزيد اما الان فسنكمل اللعبة ستعددين حسنات سميرة وستضعين في كفة الميزان اليمنى مكعبا خشبيا مقابل كل حسنة لها لا ليس لسميرة حسنات ردت مونة بنظق وتجهم وجهها كأنها صممت على ان لا تجيب بشيء فقالت الام بلطف وحنان ما بك يا مونة أحقا ليس لسميرة حسنات؟ اسمعي سأساعدك على التذكر هيا أما قسمتك قطعة حلوه أمس؟ ألا تتنزهين معها في سيارة والديها مرة في الأسبوع؟ أم أنك نسيت عندما كنت مريضة؟ كيف حملت لك الأناشد والأشعار التي تعلمتها في غيابك وأنشدتها لك لتسليتك؟ ألم تعيرك كتابها يوم نسيت كتابك في المدرسة؟ تراكمت المكعبات في كفة الميزان اليمنى ورجحت على الكفة اليسرى ولم تنتظر مونة أن تقول أمها أكثر من ذلك فأطلقت ضحكة فرح غامر وكأنها قد استرجعت مع كل سؤال طرحته أمها ذكرى جميلة وأوقات مرح ممتعة قضتها مع سميرة تركت الأم ابنتها في الغرفة وخرجت وما كادت بضع دقائق تمر حتى رأتها تخرج من البيت وتنادي سميرة تعالي نلعب معا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر